اشتركوا في القناة حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويل السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وبوضع الرسالة ومختلف البلائكة ومهبط الوحي ومعدن الرحمة وخزان العلم ومنتهى الحلم ورصول الكرم وقادة الرمى وأولياء النعم وعناصر الأبرار ودعاء بها الأخيار وساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة غيرة رب العالمين ورحمة الله وبركاته السلام على أمة الهدى ومصابيح الدجاة وأعلى بالتقى وذوى النهار والحجاة وكهف الوراء وورثة الأمياء والمثل الأعلى والدعوة الحسنى وحجج الله على أهل الدنيا والآخرة والأولى ورحمة الله وبركاته السلام على محال معرفة الله ومساكن بركة الله ومعادن حكمة الله وحفظة سر الله وحملة كتاب الله وأوصياء نبي الله وبرية رسول الله صلى الله عليه وآله ورحمة الله وبركاته السلام على الدعاة إلى الله والأدلاء على مرضات الله والمستقرين في أمر الله والتأمين في محبة الله والمخلصين في توحيد الله والمظهرين لأمر الله ونهيه وعباده المكرمين الذين لا يسبحونه بالقول وهم بأمره يعملون ورحمة الله وبركاته السلام على نئمة الدعاة والقادة الهداد والذى والسعادة الولاد والذاتة الحمار وأهل الذكر وولد الأمر وضقية الله وخيارته وحزبه وعينة علمه وحجته وصراطه ونوره ورحمة الله وبركاته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كما شهد الله بنفسه وشهدت له ملائكته وأذن من خلقه لا إله إلا هو العزيز الحكيم وأشهد أن محمد عبده المتجر ورسوله المرتضى أرسله بالهدى ودين الحق ليظره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أنكم الأمة الراشدون المهديون المعصومون المكرمون المقربون المنتقون الصادقون المصطفى المطيعون لله القوامون أرسلون بأمره ألا عملون برعدته الفائزون بكرامته استفاكم بعلمه وارتضاكم لغيبه واختاركم لسره واجتباكم بقدرته وأعزكم بهدى وخصكم ببرهانه وانتجبكم لنوره وأيدكم بروحه ورضيكم خلفاء في يرمه وحججا على بريته وأبصارا لدينه وحفظة لسره وخزنة لعلمه ومستودعا لحكمته وتراجبة وتراجبة لرحيه وأركابا لتوحيده وشهداء على خلقه وأعلاما لعباده ومنارا في بلاده وأدلاء على أصراطه عصبكم الله من الزلال وآبنكم من الفتان وطهركم من الدنس وأنهب عنكم الرز وطهركم تطيرا فعظمتم جلالا وأكبرتم شانا ومجدتم كراما وأدمتم ذكرا ووجدتم مثاقا وأحكمتم عقد طاعته ونصحتم له في السر والعلانية ودعوتم إلى سبيلي من حكمة والموعبة الحسنة وبذلتم أنفسكم في مرضاته وصبرتم على ما صافكم في جنبه وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر وجاهدتم في الله حم جهاده حتى أعلنتم دعوته وبينتم فرائضا وأقمتم حدودا ونشرتم شرايا أحكامه وسننتم سنتا وصلتم في ذلك من غير رضا وسلمتم له القضاء وصدقتم من رسله من مضى الراغب عنكم مارك واللازم لكم لاحق والمقصر في حقكم زاهق والحق معكم وفيكم ومنكم وإليكم وأنتم أهل ومعدنه وميراث النبوة عندكم وإيام الخلق إليكم وحسابهم عليكم وفصل الخطاب عندكم وآيات الله هديكم وعزائبه فيكم ونوره وبرانه عندكم وأمره إليكم من وعلاكم فقد عدا الله ومن عداكم فقد عدا الله ومن حبكم فقد حب الله ومن ابغدكم فقد ابغد الله ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله أنتم الصراط الأقوى وشهداء دار الفناء وشفعاء دار البقاء والرحمة الموصولة والآية المخزونة والأبانة المحفوظة والباق المفتلى بهالناس من أتاكم نجا ومن لم يأتكم هلا إلى الله تدعون وعليه تدلون وبه تؤمنون وله تسلمون وبأمره تعملون وإلى سبيله ترشدون وبقوله تحكمون سعداء موالاكم وهلكاء من عذاكم وخاب من جحدكم وظل من فارقكم وفاز من تمسكا بكم وأمنا من لجى إليكم وسلمى من صدقكم وهديى من اعتصم بكم من اتبعكم فالجمة مأواه ومن خالفكم فالنار مثواه ومن جحدكم كافر ومن حارمكم مشرك ومن رد عليكم في أسفل درك من الجحيم أشهد أن هذا سابق لكم فيما مضى وجارا لكم فيما بقيه وأن أرواحكم ونوركم وطينتكم واحدا قابت وطهرت بعضها من بعض خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشي محدقين حتى مد علينا بكم فجعلكم في بيوت أذن الله والترفع ويذكر في اسمه وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا وتزكية لنا وكفارة لذنوبنا فكنا عنده مسلمين بفضلكم ومعرفين بتصديقنا إياكم فبلغ الله بكم أشرف محل المكرمين وأعلى منازل المكرمين وأرفع درجات المرسلين حيث لا يلحمه لاحق ولا يفوقه فائد ولا يسبقه سابق ولا يقمع في إدراكه طابع حتى لا يقام لكم مقرر ولا نبي مرسل ولا صديق ولا شهيد ولا عالم ولا جاهل ولا دني ولا فاضل ولا مؤمن صالح ولا خاجر طالح ولا جبار عنين ولا شيطان مريد ولا خلق فيما بين ذلك شهيد إلا عرفهم جلالة أمركم وعظم خطركم وكبر أشادكم وتماما نوركم وصدقا مقاعدكم وثباة مقاعدكم وشرفا محلكم ومنزوتكم عنده وكرامتكم علي وخاصتكم لداي وقرب منزلتكم بأبي أنتم وأمي وأهلي ومالي وأسرتي أشهد الله وأشهدكم أني مؤمن بكم وبما منتم به كافر بعدوكم وبما كفرتم به مستبصر بشانكم وبضلالة من خالفكم موال لكم ولأوليائكم مبغض لعدائكم مبواد لهم سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم محقق لما حققتم مفطن لما بطلتم مطيع لكم عارف بحقكم وقر بفضلكم محتمل لعلمكم محتجب بذمتكم معترف بكم مؤمن بإيامكم مصدق برجعتكم منتظر لأمركم مرتقب لدولتكم آخر بقولكم عامل بأمركم مستجير بكم زائر لكم لائد عائد بأموركم مستشفع إلى الله عز وجل بكم ومتقرب بكم إلهي ومقدمكم ما مطلبتي وحوائجي وإرادتي في كل أحوالي وأموري مؤمن بسركم وعلى نيتكم وشاهدكم وغاربكم وأولكم وآخركم ومفوض في ذلك كله إليكم ومسلم فيه معكم وقلبي لكم مسلم ورأي لكم تباع ونصر دينكم عدا حتى يحيى الله تعالى دينه بكم ويردكم في أيامه ويظهركم لعدله ويمكنكم في أرضه فمعكم معكم لا مع غيركم آمنت بكم وتوليت آخركم بما توليت به أولكم وبرعت إلى الله عز وجل من عدائكم ومن الجبت والطاروت والشياطين وحزبهم الظالمين لكم والجاحدين لحقكم والبارقين من ولايتكم والغاصبين لإرثكم والشاكين فيكم والمنحرفين عنكم ومن كل وليجة دونكم وكل مطاع سواكم ومن الأئمة الذين يدوني الار فثبتني الله أبدا ما حيت على أموالاتكم وبحبتكم ودينكم ووفقني لطاعتكم ورزقني شفاعتكم وجعلني من حيار مواليكم التابعين لما دعوتم إليه وجعلني ممن يقتصى ثاركم ويسلك سبيلكم ويهتدي بهداكم ويحشر في زبرتكم ويكر في رجعتكم ويبلك في دولتكم ويشرف في عافيتكم ويمكن في أيامكم وتضر عينه غدا برؤيتكم بأبي أن تقوم بي ونفسي وأهلي ومالي من قرد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه بكم موالي لا أحصي ثناكم ولا أبلغ من المنحكم ومن الوصف قدركم وأنتم نور الأخيار وهداة الجبار وأنتم نور الأخيار وهداة الأبرار وحجج الجبار بكم فتح الله وبكم يختب وبكم ينزل الغيث وبكم يمسك السماء تقى عن الأرض إلا بإذنه وبكم ينفس الهام ويكشف الطور وعندكم ما نزلت به رسله وهبطت به ملائكته وإلى جدكم بعث الروح الأمين أتاكم الله ما لم يؤتي أحدا من العالمين فأطأ كل شريف لشرفكم وبخع كل متكبر لطاعتكم وخضع كل جبار لفضلكم وذل كل شيء لكم وأشرفت الأرض بنوركم وفاز الفائزون بولايتكم بكم يسلك إلى الردوان وعلى من جحد ولايتكم غضب الرحمن بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي ذكركم في الذاكرين وأسماؤكم في الأسماء وأجسادكم في الأجساد وأرواحكم في الأرواح وأنفسكم في النفوس وأثاركم في الأثار وقبوركم في القبور فما أحلى أسماءكم وأكرم أنفسكم وأعرض شعانكم وأجلى خطركم وأوفى عهدكم كلامكم نور وأمركم روش ووصيتكم التموى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرام وشأنكم الحق والصدق والرفق وطولكم حكم وحتم ورأيكم علم وحلم وحازم إن ذكر الخير كنت موله وأصله وفرعه ومعدنه ومأواه ومنتهى بأبي أنتم وأمي ونفسي كيف أصف حسن ثلائكم وأخصي جميل بناكم وبكم أخرجنا الله من الذل وفرج عنا ومرات الكروت وأنقذنا من شفاجر في الهلكات ومن النار بأبي أنتم وأمي ونفسي بموالاتكم علمنا الله معالم ديننا وأصلح ما فسد وأصلح ما بما كان فسد من دنيانا وبموالاتكم تمت الكلمة وعظمت النعمة وأتلفت الفرقا وبموالاتكم تقبل الطاعة المفترقا ولكم المودة الواجبة والدرجات الرفيعة والمقام المحبوب والمكان المعلوم والمكان المعلوم والمقام المعلوم وعند الله عز وجل والجاه العظيم والشأن الكبير والشفاعة المقبولة ربنا آمننا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا ناكز الملوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدلك رحمة لك أنت الوهاب الله سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا يا أولياء الله إن بيني وبين الله عز وجل ذنوبا لا يأتي علي إلا رضاكم فبحق من اعتبدكم على سوء واسترعاكم أمر خلقه وقرر طاعتكم بطاعته لما استوهدتم ذنوبي وكنتم شفعاي فإن لي لكم مطيع من طاعكم فقد طاع الله ومن عصاكم فقد عصى الله ومن أحبكم فقد حم الله ومن أبغضكم فقد أبغض الله اللهم إني لو وجدت شفعاء أقرب إليك بالمحمد وأهل بيته الأخياء الأئمة اللبرا لجعلتهم شفعائي فبحقهم الذي أوجدت لهم عليك أسألك أن تدخلني في جملة العارفين بهم وبحقهم وفي زمرة المرحومين بشفاعتهم إن لك أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وسلم تسليبا كثيرا وحسب الله ونعم الوكيل وصلى الله على محب دوالي الطيبين الطاهرين